حكايته قصة نضال كفاحه نشيد للحرية إنه واحد من أبطال الجيش الوطني الصاعدين من وجع الأرض النقيب فضل القزير المقاتل بجبهة سرواح على مدى سنوات الحرب ظل يمتطي دراجته النارية ويتوغل بها في خطوط النار مرددا أهازيج الحرب لرفع معنويات المقاتلين ورغم مخاطر مكبر الصوت في الأماكن القريبة من العدو إلا أنه يمر على شفرات السيوف قير مبال بكثافة النيران التي تستهدف دراجته النارية ونتيجة لذلك الإقدام فقد جرح أكثر من عشر مرات ولهو لدراجته النارية الكثير من الحكايات الممزوجة بالدم وبالرصاص فلطالما استهدفته العيارات والقناصات الحوثية وهو مسرعا على متنها فتسقط الدراجة ويبقى الغزير الشامخا بجروحه ضربوا علي ثلاث من يميني وثلاث من يساري فقدت نصر يعني عندما جزعين من جنب الرأسي فقدت نصر رأسي ضربوا علي ثنتين بالطاوة واحدة بالتانكي واحدة بالسكان جاء ما بخوت العرادة رحمة الله عليه قال لي اسمع لش أنا كنت أزمل قال لش تزمل قلت ضربنا كان تحت لشقري من حق الحوثة ضربنا عليه وحرقنا قال لا تزمل لو قتلت حوثي لا تزمل قال طرح المتر طلع تناوية شلينا خمس قذايف ميوستة وصلنا جنب المدرسة ضربنا القذيفة الأولى نزلها بالسائلة القذيفة الثانية جاءت وراء الحماجة القذيفة الثالثة كبرنا وإذابها تجيء فوق المدرعة وكان عندهم حق سبعين صندوق وزنان تقوم حرقة المدرعة أما الإصابات المباشرة فأشدها تلك التي فقد فيها إحدى عينيه في اشتباكات مباشرة ورغم الإصابات المتكررة كان يعود في كل مرة إلى جبهات القتال قبل التئام الجروح بقي هجوم على زبير طلعتنا كنت في القلب بيننا والحوثيين سبعين متر ضربوا عليها بعيار وجهت لي شظية في عيني وشظية في وجهي وشظية مشفري وثنتين شظايا في إيديه هانا وثنتين في هانا وثنتين في رجلي ووحدة في بطني الإصابة الثانية نزلت إلى المستشفى نزلت بعدها بززوني تحت الموقع وأسعفوني إلى داخل المعسكر داخل المصوصف كوفل ربطوا لي نص قالوا على شأن ما أبقى به نزيف بعدها سعقوني إلى المستشفى قالوا خلاص فوقت عينك قلتنا بعتها لله سبع دراجات نارية أعطبتها نار الحرب لكنها لم تؤثر على معنويات صاحبها ومع إعطاب كل دراجة واستبدالها بأخرى كانت للغزير حكاية حرب والبداية مع الشهيد القائد عبدالرب شدادي الذي ألهم الجند والضباط الشجاعة والإقدام شاركتنا في شاركت بالدراجة نارية وشاركت بالتوجيه وحصلت قاذف حق مدفع وعطيتها لعبدالرب شدادي وعطاني دراجة نارية دراجة الثانية الغزير بطل من جيش وطني يكتب أفراده وضباطه وقادته ببنادقهم ومدافعهم تسة وطن عنوانها وهل يغلى عليك دم عبدالإله البوري سهيل